اشتركوا في القناة وعرب سمو وزير شؤون الديوان الملكي في برقيته عن عميق فخره واعتزازه بما تشهده مملكة البحرين من خطوات متقدمة ومتسارعة على طريق التقدم والاززهار وبما تحقق من انجازات ومكتسبات حضارية وتنموية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه ودعم مساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله دعيا سموه المولى العلي القدير ان يديم على صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء موفور الصحة والسعادة وطول العمر وان يحقق لمملكة البحرين وابنائها المزيد من التقدم والاززهار اشتركوا في القناة